السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومتابعي كناة معلومة فيدك اللهم صلوا وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أهلا بكم في كناة معلومة فيدك إن ثمرة الليمون هي أحد الثمار الهامة في صناعة الطعام في صناعة الطعام لا يستطيع المرء تناولها بشكل طازج هكذا لأنها لها مذاق اللازع إنما تستخدم كمادة إضافية وتوضع على مختلف أنواع الأطعمة لتعطي ذلك المذاق المنعش وفي هذا الفيديو سوف نعرض عليكم أهم الفوائد الصحية لأوراق الليمون ورق الليمون يوجد ورق الليمون في شجرة الليمون وتكون الورق صغيرة أو متوسطة الحجم ثم تتحول إلى لون الأخضر الداكن عند النج تتمتع برائحة عطرية ولون لامع براق يتواجد ورق الليمون بصفة دائمة طوال العام تزرع شجرة الليمون في الأجواء الاستوائية وتزرع خصيصا للحصول على ثمار الليمون بعد مركبات الفلافونيد البنثي ثيارين وإليكم بعض الفوائد الصحية لأوراق الليمون يدخل ورق الليمون في العديد من الاستخدامات الطهي خاصة طهي المشويات يوضع على المشروبات المختلفة مثل الشاي يستخدم في صناعة المعطرات الطبيعية يعمل كمهد ومضاد للتقلصات يستخدم مع الأسماك واللحوم لأعطائه نكا لاذع يستخدم في صناعة الحلوة مثل كيك الليمون وشرائح الشوكولاتة صناعة المشروبات الغذائية صناعة المشروبات الغذية بنكة ورق الليمون يستخدم في حالات السعال يساعد على عملية الهضم فيساعد تناول كوب من ماء الليمون الدافئ بعد نكع بعض من ورق الليمون فيه على تسهيل عملية الهضم يساعد ورق الليمون على تكوية الجهاز المناعي للجسم لأنه يحتوي على فيتامين جيم بالإضافة إلى الكثير من مضادات الأكساد الأخرى يؤخر ظهور علامات التقدم في العمر لأنه يحتوي على الكثير من مضادات الأكسادة التي تغضي على المركبات الضرة والتي تسبب ظهور التجاعيد وإليكم بعض الفواد الصحية لورق الليمون للجلد تستخدم خلاصة ورق الليمون في حماية الجلد من التأثيرات الجوية المختلفة وتستخدم خلاصة ورق الليمون الصبار والنعناع كغسول منظف للبشرة يعطي إحساس بالإمتعاش والتنظيف العميق يستخدم في صناعة الكريمات المرتبة للجلد يدخل في صناعة مستخدرات الجلد المضافة للحشرات يعمل على توحيد لون البشرة تستخدم خلاصة ورق الليمون مع بيض البيض لعم الخلاط لتفتيح البشرة وإعطاها النظارة والبريق يستخدم في علاج حب الشباب تعمل مكعبات الثلج المصنوعة من خلاصة ورق الليمون على قبض مسام البشرة لإثالة أثار الندبات والحروق والليمون هو الفكهة المنعشة التي يمكنها أن تنكلك من حالة الهدوء والكسل إلى حالة النشاط ومن حالة التوتر العصبي إلى حالة السكينة والرخاء فحاول تناول كوب من الليمون الطازج وورك الليمون يوميا لتنعم بحالة جسدية ونفسية رائعة